هل نتخطى المغرب ولا لا؟ رأيك ايه؟ ماتش صعب جداً اتنين مختلفين في الستراتيجية منتخب مصر يعني ما شاء الله من أول بطولة لغاية قبل الفاينل ما استقبلش ولا هدف صلابة دفاعية حارس مرمى قوي وقادر على تحمل الضغط حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر كان مباراة غينية أكتر من محاولة من المنتخب الغيني لكن تفوق فيهم بشكل ممتاز جداً ناحية التانية المنتخب مصر هيواجه منتخب عنده فعالية هجومية كبيرة المنتخب المغربي عنده فعلاً فعالية هجومية كبيرة عشر أهداف في الأربع مباراة اللعبهم يمكن بقى الناحية التانية بقى إحنا عندنا مثلاً في ميزة دفاعية وما عندهم في بعض العيوب الدفاعية فهل المنتخب المصر هيقدر يستغل دوت من خلال اللعبين الهجوميين زي إبراهيم عادل زي محمود صابر زي أسامة فيصل المثلث الهجومي ده وتقدر يستغل بعض الضعف مش أقول ضعف كامل بالنسبة لدفاعات منتخب المغرب هل يقدروا يستغلوه ويحرزوا من خلاله أهداف أو نروح لأوقات إضافية ونخلي الدنيا أطول شوية علشان نقدر نتحمل الضغط اللي يكون موجود على فكرة لأن ملعب اللي يقام عليه المباراة ملعب مولايا عبدالله ملعب بيقى تسعة لـ 53 ألف متفرج وشفنا مباراة السامي فاينال مع منتخب مالي مفيش مكان فاضي في الملعب المنتخبات المغربية في البطولات الأفريقية أو البطولات اللي بتقام في المغرب الجمهور بيكون هو اللعب رقم واحد أنا عايزة تخطى قصة الجمهور المغربي وأفهم أن أنا عندي تونس وعندي الجزائر وعندي المغرب الثلاثة بتكلموا فرنساوي والثلاثة مفروض أنهم ليهم باع كبير في الكرة ولكن المغرب يتفوق على الجزائر وتونس في هذا الأمر من حيث عدد محترفي في القرى الأوروبية في الأندل الأوروبية من حيث تكامل المنظومة الرياضية عنده عنده إدارة جيدة جدا في هذا الملف لماذا يظل المغرب لماذا يظل المغرب رغم كل ده هو الأفضل والأخوة طبعا إحنا عارفين الجزائر رقم صعب في هذه المعادلة ولكن يظل المغرب برضو هو الأفضل من وجهة مصر إحنا شوفنا دوت بالنسبة المنتخب المغرب الأول في كأس العالم وحصوله على المركز الرابع حاجة غير مسبوقة ليه لأنه يعني إحنا هنشوف تشكيل المنتخب المغربي اللي هيواجه مصر بكرة كلهم بيلعبوا في أندية أوروبية سواء في بلجيكا في أسبانيا فيه عندنا اتنين لعبين منضمين فعلا لفريق برشلونة فيه لعيب شادرياض ده قلب دفاع المنتخب المغربي بيلعب فيه ناشئي أو شباب برشلونة وفيه عندنا عبدالصمد الزلزولي ده لاعب فيه فريق برشلونة الأول وكان معار لنادي أساسونة إحنا في منتخب المغرب عندنا اتنين لعبين من الموجودين عبدالصمد الزلزولي وبلال الخنوس كانوا ضمن تشكيلة المنتخب الأول اللي لاعب كأس العالم في قطر واحتلوا المركز الرابع عندنا كتير قيمة كبيرة من اللاعبين المغربة على مختلف الأعمار في مختلف الأعمار موجودين في الدوريات الأوروبية في بلجيكا في هولندا في أسبانيا في فرنسا قطاع كبير من اللاعبين بيتجهوا للأندية الأوروبية بيكتسبوا الخبرات بيكتسبوا العلم إزاي أقدر سنة بسنة أقدر أتعلم وأستوعب التكتيك الكروي القدرات الفنية زي استغلال خير استغلال مع مدربين موجودين في هذه الأندية البلد بتستفيد مملكة المغرب بتستفيد من اللاعبين من خلال البطولات المجمعة اللي زي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة قوة نعمة في حد الزاتها طبعا طبعا قوة نعمة كبيرة جدا ومؤثرة جدا وده اللي بيجلب الجمهور للملاعب حتى يعني دولة المغرب كانت نظمة كأس أفريقيا للسيدات كلما منشوف ما منشوفش مكان فاضي في الملعب الملعب مليان على طول شعب محب الكرة بيشوف في تطور كبير جدا جدا في منظومة الكرة على مستوى البنية التحتية على مستوى اللاعبين فطبيعي جدا جدا الجمهور يروح هنا بنسمع عن المغرب من خلال محاولتها لتنظيم كأس العالم من سنة 98 وكانت في منافسة كبيرة مع فرنسا لكن فرنسا في الآخر هي اللي نظمت وده دليل على قدرة المغرب على التنظيم فالتنظيم من خلال البنية التحتية ده شيء وبعد كده بقى تطوير اللاعبين اللي بيخلينا بنشوف المغرب بيحتل المركز الرابع في كأس العالم بيتأهل لأولمبياد باريس بيحاول يكسب البطولة دي بطولة تحت 23 سنة للمرة الأولى لأنه نظمها في 2011 وخسر في النهاية هل ده هيحصل بكرة من خلال شبابنا نتمنى ده يعني نتمنى إن شاء الله إن منتخبنا اللي بيقدم أداء جيد جدا جدا من خلال الأوراق اللي موجودة مدرب مميز جدا جدا روجيرو ميكالي مدرب المدير الفني للمنتخب مصر وهو بالمناسبة هو من قاد البرازيل للمديلية الدهبية الوحيدة في 2016 في ريو دي جانيرو كان بطولة مستعصية على البرازيل كان ميكالي هو المدير الفني المنتخب البرازيل وقاد المنتخب البرازيلي للمدالة الأولمبياء الدهبية المغرب عمتا كانت دايما بتستعين خليني أقول كوادر أجنبية في تمرين أو تدريب الفريق مديرين فنيين أجانب النهارة ده نحن نشوف سواقف المنتخب الوطني الرسمي بتاعهم وليد ركراكي تطبيق الفكرة دي برضو على المنتخب الأولمبي شوفنا مع عصام الشرعي ليه هم ما اتجهوا باستخدام كوادر محلية مؤخرا في تدريب فرقهم بنا باستغل بقى كل عناصر اللعبة بقدر استغلها من خلال اللاعبين اللي بيكتسبوا الخبرات والعلم من خلال التواجد في أوروبا برضو المدربين من خلال الدراسات ومن خلال الشيء اللي هم بيتعلموه من خلال المدربين الأجنب اللي كانوا موجودين سواء كانوا لعبين سابقين زي وليد رجراجي وليد رجراجي لعب محترف في الأساس وكان لعب سابق للمنتخب المغرب وكان لعب محترف في الدورات الأوروبية اكتسب دوت من خلال شغله مع المدربين من خلال الدراسات الكورسات لغاية ما وصل للمرحلة الأعلى من الكورسات التدريبية على مستوى أفريقيا ده قادوا من خلال الخبرات الكبيرة أن أنا في المغرب دلوقتي باعتمد على المدرب المحلي خلاص اكتسبت الخبرات من المدربين أجانب كبار فبشرب كل العلم دوت للمدربين المحليين اللي أقدر أستغلهم بشكل كويس ومن خلال دوت أقدر بقى أطلع أكتر من مدرب بعد كده على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية كمان في المغرب طب أنا أنا يعني متفق معاك في كل ما حتقوله ومتفق معاك أن المغرب قدرت أنه يتعمل كده ولكن في تقصير عندنا لو أنا بحلل بقى الموضوع الدابل ناشنالتي أو الجنسية المزدوجة المغرب بتروح للأندية اللي هم مغربة أو معاهم جنسية تانية فرنسية إسبانية بلجيكية صح ولا أنا غلطان مظبوط وممكن يكون جيل تاني أو تالت قاعد هناك وتقوله تعالى ألعب معايا في المنتخب عندي أنا عندي مصريين قد كده صحيح كثير صح ولا أنا غلطان مظبوط ما في الماء مظبوط معهم دابل ناشنالتي وبيلعبوا بره في الأندية الأوروبية وأنا عاجز أجيبهم أنا مبتكلمش على محمد صراحة لخارج من نجريج أنا بتكلم على واحد مصري جيل تاني أو تالت لسانه مش مصري زينا يعني ولكنه من أصول مصرية مظبوط ومعه باسبور مصري مظبوط أقدر أجيبه أنا فاشل في الملف ده ليا فانتب لازم الاتحاد الكور يدير الموضوع ده بشكل أفضل هو فيه محاولات ولكن المحاولات كنت بيجي بشكل مش هنقول بروفاشنال أو بشكل محترف مية في المية زي ما بيحصل مقارنة ببقية الدولة ولكن مصر فعلا بتمتلك العديد من اللاعبين وفيه لعيبة رفضت المنتخبات بتاعت السكن ناشنالتي أو الجنسية التانية عشان خطر المنتخب مصري يمكن منهم لاعب اسم مصطفى أشرف واحد من اللاعبين المميزين جدا وبيلعب الدوري الألماني وبيقدي بشكل ممتاز جدا جدا وكان قريب جدا من الانضمام لمنتخب أوليمبي لولا انشغاله مع نادي وقتها كان ساعتها فيه تعارض ما بين مباريات النادي ومباريات المنتخب لذلك بتقام فيه أوقات لاعب الأندية يمكن مصطفى على رادار المنتخب الأوليمبي وأعتقد أنه هو ان شاء الله في باريس بإذن الله المفروضة هيكون متواجد مع المنتخب المصري فيه بقى كامل لاعبين كتير جدا جدا في هذه السن يعني بيقدوا بشكلة فت في إدارة إدارة ده ما بيدارش اللي صح بصراحة يعني واضح إن فيه تأثير في كيفية التعامل مع اللاعبين اللي برا إحنا بنهتم أكتر هنا باللاعبين المحليين يعني هنشوف كل السكواد الموجود أو كل القائمة الموجودة كلهم لاعبين محليين لسه المجهود اللي نقدر عمله عشان أقدر أجلب اللعيبة دي وأغريها وأقول لها اللي حتى لسه بيفكر أقول لها تلعب مع المنتخب بشكل أساسي أنت كذا 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 أنت أصولك لازم يضار بشكل أقوى من كده أنا مش هختار العجلة من الأول أنا أشوف الدول الشقيقة عملت إيه عشان تقدر تجلب اللعيبة دي وقدر عمله وده فعلا كان بيحصل ولكن بيحصل بشكل فردي يعني في سنة من السنين كان فيه زي تجمع كده كان فيه زي معسكر للمنتخب الأولمبي وقتها أو منتخب اللي تحت الأولمبي تحت 21 سنة أن أنا بقدر أجمع لعبين من أسبانيا ومن فرنسا ومن ألمانيا وهم كتير جدا جدا من هولندا فيه معسكر معين وأقدر أشوفهم لإني هنا أنا ما عنديش القدرة اللي أنا أتفرج عليهم لإني بيلعبوا في مصابقات ناشئين أو مصابقات درجة تانية إحنا مش عندنا الاهتمام بالدرجات دي قليل شوية يعني السبوتلايت مش عليه بالدرجة الكافية فأنا أشوف المسؤولين في الدول الشقيقة عملوا إيه وأبدأ على طول أبدأ من حيث انتهوا وأقدر أجيب اللعيبة دي وفيه أكتر من اللعيب فعلا ولعبين مميزين جدا جدا طيب ما لي لعبة قصاد المغرب ماضش قوي جدا فدلهم متعدلين لغاية أخر الوقت تقريبا نتكلم اتنين اتنين لغاية ضربات الجزاء فهل النهاردة نقدر نقول أن منتخب مصر مستعد أنه هو يعني مش بس يلعب مباراة قوية لكن كمان يخلص المباراة بالفوز أنا متخلل من منتخب مصر على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجهاز التفني مستعد جدا جدا لمواجهة المغرب بيمتلك مدرب ممتاز لعبين مش هنقول أن ده الجيل الأعلى في تاريخ المنتخب الأولمبيو لكن هم جيل محترم معهم مدرب قدر يعمل منهم فريق قوي يقدر يتحمل لأنه هو لعب كل الفرق بلعبة الفرق التانية بتتفوق من ناحية البدنية ولكن من ناحية الذهنية ومن ناحية الفنية لأ عندنا المنتخب مصري منتخب كبير يعني لعب زي إبراهيم عادل كابتن منتخب الأولمبي ولعب في منتخب مصر لعب نادي بيرمدز واحد من الأوراق الربحة ويمكن أنا برشحه يكون أحسن لعب في البطولة لعب هو مفتاح لعب المنتخب مصري أكتر من لعب موجود وقد بشكل كويس بنتكلم على محمود صابر لعب بيرمدز بنتكلم على أسامة فيصل لعب البنك الأهلي بنتكلم على أحمد عاطف قطة لعب المقولين حمزة علاء حيرس مرمى النادي الأهلي خط الدفاع بشكل يعني واضح من خلال الأرقام اللي حتى ما تفرجش على المباريات كلها إن المنتخب مصري لم يتلقى أي أهدف فده دليل على صبغة دفاعية محترمة ما بيقدمها روجيرو ميكايلي الفريق كله اللي جاي من الأهلي من الزمالك من طلاقة الجيش من بيرمدز من فاركو قدر يلموهم بشكل كويس مباريات والدية قبل البطولة قدر يعمل منهم فريق كويس يقدر يعني متكامل على قد البطولة يقدر يلعب بيهم بشكل كويس مشكلة منتخب مصر أو الآفة الكبرى هي إنهاء الهجم نحن عندنا إنهاء الهجمات بشكل كويس بالزبط المتالي ده كله على كل الفرق يعني ونكنش على أوليمبي بس في مصر حتى يعني مش على مستوى منتخب أوليمبي بس لا على مستوى كل المنتخبات عندنا إنهاء الهجمة هو ده بس العائق الوحيد اللي ممكن يعوق المنتخب المصري من التسجيل لإنه كل المباريات بتخلص واحد صفر نقاط الضعف اللي ممكن يستغلها ميكالي من وجهة نظرك في المنتخب المغربي تبقى إيه؟ حارس مرمى ثقة ومهتزة بنفسه على بحروش حارس مرمى المنتخب المغربي خط الدفاع ليس كما يجب رغم أنه هو كل اللاعبين محترفين ولكن ممكن يحتملش الضغط اللي بيعمله المنتخب المصري عادة خصوصا في الربع ساعة الأولى من مباراة وده شفنا في أكتر من مباراة في البطولة لعيبة منتخب مصري على المستوى الهجومي لعيبة ممتازين جدا بيعملوا الضغط حتى شفنا مباراة مالية اللي كسبناها 1-0 ضغط وحتى الناس ما كانتش متخيلة متوقعة من أحلى المباراة اللي عبر منتخب مصري الأولمبي ضغط من البداية من الضيئة الأولى رغم الفارق القوى البدنية والناس خافت ومالكة كسبانا الجابون 3-1 في أول مباراة أنا شخصين توقعت أننا هنستوعب مالي الأول لا إحنا ضغطنا وأحرزنا هدف وكاننا ممكن نحرز الثاني والثالث فالضغط من بداية المباراة على خط الدفاع المغربي ممكن يخلق شيء إيجابي جدا للمنتخب المصري رغم الجمهور ورغم الأرض رغم الجمهور ورغم الأرض لكن الناحية الثانية لازم نقول أن فيها مواجهة كبيرة في وسط الملعب المغربي مع وسط الملعب المصري إحنا لعيبين في وسط الملعب ممتازين جدا محمد شحاتا وأحمد نبيل كوكا بيلعبوا على طول واحد بيلعب مع طرق الجيش واحد بيلعب مع النادي الأهلي لكن الناحية الثانية فيه أمير ريتشاردسون لعب مغربي ممتاز جدا جدا بلال الخنوس إسماعيل سايبري ده من اللعبة الممتازة جدا جدا فيه المنتخب المغربي وعبدالصمت الزلزي ده على المستوى اللجوم أسامة العزوزي واحد من النجوم اللي جمهور المغرب رفعوا في السماء بعد مباراة غانة اللي كسبوها خمسة واحد ومباراة مالي أدى بشكل ممتاز فيها يكون مواجهة كبيرة جدا في نص الملعب كل فريق عنده نقاط القوة ونقاط الضعف المهم أن ميكالي يركز جدا على نقاط قوتنا اللي موجودة فيه الصلابة الدفاعية وتهدئة اللاعبين لأن طبعا اللعبة قدام خمسين ألف متفارج ده موضوع كبير جدا طيب إحنا قرار دي تأهلنا لأولمبيات باريس وده الأهم وبناخد ثلاث لعيبة من الفريق الأساسي أو فريق اللي هو أكبر فوق السن مين الثلاثة اللي ممكن يكونوا معنا خاصة إن لو بنتكلم إنه قبل كده ليفر بول رفض إن صلاح يكون أو مو صلاح محمد صلاح يكون معنا فمين الثلاثة أسماء اللي مطروحين دلوقتي ممكن يكونوا معنا في أولمبيات باريس عشرين وعشرين هو طبعا أولمبيات توكيو كانت في ظروف غير طبيعية وهي أقيمت بعد سنة بالضبط بسبب الكوفيد هنلعب في باريس في الصيف فأعتقد إن الصيف هيكون أجازة نوعا ما يعني المعاد بتاعه هيكون قبل بداية الاستعداد للموسم الجديد سواء بقى ليفر بول أو بقية الأندية فلو صلاح يبقى موجود طبعا هيبقى إضافة كبيرة لكن اللي في الأول في الأخير هيختارها هو ميكالي هيشوف في النقاط الضعفة عنده وهيقدر يغطيها لإن لغاية دلوقتي الدنيا متكاملة بين اللاعبين اللاعبين بيقدوا بشكل جيد جدا لما بعضيهم فيه أدأ جماعي كويس هيشوف طبعا نقاط الضعفة لكن إحنا عندنا أكتر من اللاعب طبعا ممكن يشارك مصطفى محمد بالمناسبة ملعبش مثلا وهو كان في سن المنتخب الأوليمبي ملعبش مع دوكيو مصطفى محمد ميلة ثانيين يعني بشوف مصطفى محمد ممكن بشوف أحمد سيد زيزو لعب الزمالك بشوف حمدي فتحي لعب الوكرة القطري اللي لسه منقول من النادي الأهلي أعتقد أن دول ها يكونوا إضافات إلا بقى لو مثلا المحترفين مثلا زي محمود حسن تريزيجي يقدر يكون موجود طبعا مصطفى بيلعب في تركيا دلوقتي فهو هيكون عنده دافع ويلعب يعود غيابه عن أوليمبياد توكيو فطبعا لو تم اختياره وهيكون حل كويس جدا خصوصا مع المشاكل الهجومية نوعا ما للمنتخب المصري على كل حال احنا بنتمنى أكيد التوفيق لمنتخبنا الأوليمبيا ونتمنى أكيد الفوز والفوز كمان بأوليمبياد باريس 20-24 نشكرك الناقد الرياضي محمد عادل على وجودك معنا كل الشكر لك شكرا لكم شكرا لكم صباح الخير شكرا لكم صباح الخير